في منتصف العمر بقى بيكتر عند المرأة الاحساس بان هي عمرها راح منها وان هي ما حصلتش اللي كانت بتتمنىه واللي كانت بتستهدفه وان نمط الزواج اللي بتحبه محققتهوش وان في الجواز ديت هي مش مرتاح ومن علامات المرحلة دي اللي هي مرحلة منتصف العمر ان يبقى فيه تركيز على شيء معين زي التركيز على الاسرة بس على حساب العمل او التركيز على العمل على حساب الاسرة او التركيز على الامور المالية التركيز اللي بيزيد قوي على الحاجات اللي بتحقق الامان لأحد افراط الاسرة ويبتدي الشخص يقف للتاني على الواحدة في مرحلة منتصف العمر وبيحس ان ده مش شريك حياته اللي اتجوزه ده حصل تغيير فيبتدي يوجد بديل فيه نفس الصورة القديمة اللي هو كان منتظرها وان بتحصل مخاطر بقى ان كل واحد ممكن يدور على بديل وعشان كده كان كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ان الشخص لو ملقاش الصورة الكاملة اللي بيتمنها ايه اللي حصل يملأ قلبه بالرضى بالاشياء الجميلة اللي شافها في شريك حياته لا يفرق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا رضي منها الآخر الشخص اللي بيعبر باتزان في المرحلة دي ممكن يوصل الى اتحاد المصير مع شريك حياته مع زوجته مع اولاده فيبقى مش محتاج يعمل حاجة برا يبقى البيت مليان كل ما يحتاجه ويبقى ساعتها مش محتاج اضافة يبحث عنها عشان ممتعته الشخصية بتبقى مشاركته في البيت في كل حاجة في البيت هي اللي بتخليه يحس بالمتعة وبزهو بيت الحياة وبجمال الحياة لانه حاسس انه هو مش نقصه حاجة وبيلجأ الزوج اللي بيمر بأزمة منتصف العمر في بعض الاحيين انه هو يعمل ايه يحاول بقدر الامكان يبحث برا البيت عن حد يقدم له الامتنان لان الامتنان ده ما بيتقدمهش في البيت لانه شايف انه هو بيقدم حاجات مهمة جدا 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 بس هو لا يمتن إليه فيبحث عن حد خارج محيط القصة يمتن إليه وعلى فكرة ده خطر جدا على العلاقة الزوجية لانه وهو بيديق البيت وبيحصل بينه وبين أهل البيت لما يديق مفهوم البيت على انه ما حصلوش اللي هو عايزه بتحصل جفوة وفجوة بينه وبين أفراد الأسرة ومش بس ما بينه وبين زوجته ده كمان بينه وبين أولاده فالزوجة بتكون عارفة هو معاه فلوس أو لا وعارفة انه هو بيقطر على البيت ولا لا عشان كده بيحس انه هو بيقوم بدور ومنتظر انه هو يسقفوله ولما ما يسقفولوش يقفل المحبس على البيت كله لغاية ما يسقفوله وفاكر انه هو لما يقفل المحبس على البيت بعد ما كان بيقطر لا يقطع المية والنور فاكر ساعتها انه ما يحسوا بأهميته في البيت لكن هو مش هيحسوا بأهميته في البيت هما يحسوا بحاجة واحدة بس انه هو بيتعمد إزاؤه ولزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره البخر والبخلاء ليه لان دوت بيئذي الانسان لانه بيحسس كل افراد الاسرة بينهم مهددين